بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السابعة والسبعون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أبينا محمد وعلى آله وصحفه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبركاته هذا مصري مقيم بالرياض يقول لشيخ هل يجوز وضع جريدة على القبر وهل يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة عليه لحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وجهونا في ضوء ذلك مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يجوز غرس الجريد الأخضر على القبور ولا يجوز غرس الشجر أو استنبات الشجر على القبور لأن هذا من البدع المحدثة أبطال صلى الله عليه وسلم ما نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم شق الجريدة وغرج على كل قبر بشق منها فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلعه على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان قال لعله يخفف عنهما يخفف عنهم العذاب ما لم ييبسا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لدليل أن الصحابة لم يعملوا هذا قاطبا ما كانوا يعملون هذه الأشياء ولا من جاء بعدهم وإنما هذا من الأمور المبتدعة والمشروع للمسلم الدعا له بعد موته الاستغفار له الصدق عنه والحج والعمر عنه هذه الأمور هي التي تنفع الميت بعد موته أما ما عدا ذلك لما لم يرد به دليل فهو بدعة ومن ذلك غرس الشجر أو شق الجريد على القبور لا أصلا له أحسن الله إذيكم مباركة فيكم الأخت أم اسمها تقول بالنسبة للأخت الحائض والنفساء إذا أرادت الإحرام ماذا تفعلان إذا كانوا في حملة للحج أو العمرة أو مع مجموعة من العائلة الحائض والنفساء عند الإحرام يعملان ما يعملوا غيرهما من الارتسال والتنظر والتطيب واستقبال الإحرام على أحسن هيئة ولو كانت حائضا أو نفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء أن تخرم مع الحجاج في إحرامهم وقال للحائض وهي عائشة رضي الله عنها اسعلي ما يفعل الحج وإرى أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فلا فرق بين الحائض والنفساء وبين غيرهما في كيفية الإحرام وما يعمل بعد الإحرام من مناسك الحج إلا في شيء واحد وهو الطواف بالبيت حتى ينقطع الحائض وتطهر الحائض أو النفساء نعم فقال إذا ترك الحاجة والمعتمر التلبية نسيانا منه ما الحكم وما معنى التلبية التلبية سنة بعد الإحرام سنة وهي أن يقول لبيت اللهم لبيت لا شريك لك لبيت من الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيت ومعنى التلبية إجابة الدعوة لأن الله دعا عباده إلى حج بيته في حرام وقال لخليله إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت أمره الله أن يؤذن وأذن في الناس بالحج فالتلبية إجابة لهذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه السلام بأمر ربه سبحانه وتعالى وقيل معنى التلبية الإقامة أي معناها اللهم إني مقيم على عبادتك وملاجم لها نعم جزاكم الله خيرا مبارك فيكم الأخ عصام يقولي شيخ عندما كنا في بعثتنا الجراسية في القارج كنا نصلي على حسب البوصلة وقد أرشدنا بعض الإفوة لأننا انحرفنا شيء بسيط عن القبلة في صلواتنا وأرشدنا جزاه الله خيرا إلى الاتجاه الصحيح فما حكم الصلاة التي صليناها قبل معرفتنا بالاتجاه الصلاة صحيحة إن شاء الله إذا كان الانحراف عن القبلة انحرافا يسيرا إنه لا يضر بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة فدل على أن المقصود الجهة التي فيها الكعبة هذا بالنسبة للغائب عن الكعبة أما الذي يراها ألا بد أن يستقبلها ولا ينصرف عنها يمة ولا يسر أما الغائب عنها فإنه يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف يسيرا فهذا لا يضر صلاتكم صحيحة والحمد لله نعم أيضا من سئلة الأخ إصام يقول ما هو التعريف الشامل للإيمان وما أفضل الكتب التي تحدثت عنه مأجورين الإيمان تعريفه الشامل هو ما عرفه به أهل الصنة والجماعة وأهل العلم من قولهم هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بجواره يزيد بالطاعة وينقص بالماسيح هذا هو الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل لا يكون بالقلب فقط ولا يكون باللسان فقط ولا يكون بالعمل فقط وإنما هو مجموع هذه الأمور كلها هذا هو الإيمان وهذا التعريف مأخوذ من الكتاب والسنة فأهم المراجع في هذا هو الكتاب والسنة وكذلك كتب العقائد الصحيحة التي على منهج السلف كالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تينية رحمه الله وكذلك كتب المؤلفة في العقيدة على منهج السلف أحسن الله عليكم في آخر أسئلة يقول هل قنط الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في الركعة الأقيرة بعد الركوع رافعا يديه اللهم اهدنا في من هديت كل ليلة حتى فارق الدنيا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه انتبت لا يزال يقنط المراجع بالقنوط طول القيام في صلاة الفجر لأن من معاني القنوط طول القيام يكون معنى أنه لم يجل يقنط حتى بارق الدنيا أن يطيل القيام في صلاة الفجر لأن صلاة الفجر اشتحب لها طول القيام وطول القراءة دون غير يمن الصلوات قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وأما أنه قنط في صلاة الفجر فهذا في النوازل وليس بصفة دائمة وإنما وإذا طرعت نازل بالمسلمين قد قنط صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم من الكفار آذوا المسلمين وضايقوهم في مكة وقنط صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم من المؤمنين حصل عليهم مضايقة من أعدائهم فقنط يدعو لهم بالفرج والخلاص لما هم فيه فالقنط في القرائب عند النوازل في الفجر وفي غيرها أمر مشروع وأما القنط بصفة دائمة من غير وجود نازلة حادثة فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله ليكم مباركة فيكم الأخ ألف ألف عين يقول إذا دخلت في الصلاة قبل الركوع بقليل فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرى دعاء الاستفتاح وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة ما العمل إذا دخلت مع الإمام قبل الركوع فإنك تبدع بقراءة الفاتحة لأنها في هذه الحال قد أوجبها بعض العلماء على المأموم فأنت تقرأ ما أمكنك منها فإذا ركع الإمام فاركع معه أما من يرى أن قراءة الفاتحة في حق المأموم السنة فإنما يكون هذا حسب الإمكان ولو طرتها فلا شيء عليه لأنها تتفي قراءة الإمام نعم يقول السائل جماعة مسجدنا جمعوا بين الظهر والعصر لنزول المطر في الأيام الماضية ثم توقف المطر وعصبحت السماء وظهرت الشمس الجمع المتأكد إنما هو بين المغرب والعشاء أما الجمع بين الظهر والعصر فهذا محل خلاف فيه خلاف قوي ولا ولا بالمسلم أن يتجنب الخلاف وأن يخرج من الخلاف فلا يجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر نعم أحسن الله إليكم من أسئلة يقول بالنسبة للمقيم إذا كان في الصفر وصل خلف مسافر فهل يقصر؟ لا يقصر المقيم إن أصلى خلف المسافر الذي يقصر الصلاة يجوز أن المقيم يأتم بالمسافر الذي يقصر ولكن إذا سلم فإنه يقوم ويكمل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس لما صلى بالناس عام الفتح المسجد الحرام قال يا أهل مكة إن قوم سفر أتموا لأنفسكم وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم من ركعتين قاموا وأتموا لأنفسهم نعم الأخت السائلة ميم حا تقول فضيلة الشيخ وريد أن أسأل في هذا البرنامج عن الآيات التي تقرض الشياطين من البيت وما رأيكم في موضوع ترفج هذا التشجيل في شريط يقرأ القرآن ونحن في الخارج في زيارتنا العائلية هذا لا أصل له أن يفتح المسجد يقرأ القرآن من أجل طرد الشياطين من البيت هذا لا أصل به المقصود المقصود من قراءة القرآن هو العمل هو العمل من الإنسان فإذا قرأ الإنسان سورة البقرة في البيت هذا يترد الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشياطين لا تدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فلابد من تال يتلو القرآن بلسانه أما مسجل فإنه لا يكفي في هذا لأنه ليس عملا من الإنسان وإنما هو صوت محبوص فقط نعم جزاكم الله خيرا أيضا من أسئلة الأخ تقول ما طريقة السلام على الميت إذا مررنا بالمقفرة وما هو الدعاء المشروع وهل هذا يشمل النساء هل النساء تدعو أيضا عند المرور يدعو بالدعاء الرجال والنساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيقول السلام عليكم يا أهل قبور من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ترحموا الله المستقدمين مننا ومنكم والمستاخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفكرنا بعدهم وانفر لنا هذا مع ابتهالات تردد خلف الجنازة وما حكم أكل طعام أهل الجنازة تردكم الله خيرا رفع الصوت على الجنازة بالذكر أو بغيرها هذا من البدع والمطلوب السكينة مع الجنازة وعدم رفع الأصوات والدعاء للميت بدون رفع صوت هذا هو المشروع وأما رفع الأصوات مع الجنازة هذا من البدع ومن المحدثات وأما أكل الطعام من أهل الميت هذا مخالف للصنة الصنة العكس أنه يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم لأنهم مشغولون بمصيبتهم أما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس ويقدمونه لهم هذا خلاف الصنة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل أيضا من ضمن أسئلة إذا أمر الطبيب المريض بأن يفتر في رمضان والإنسان يريد أن يدرك الخير ويسوم مع الناس فما الضابط في ذلك وهل له الاستجابة للطبيب الخير أن الإنسان المريض لا يشق على نفسه ولا يحملها ما يشق عليها إذا نصح له الطبيب بالإفطار فإنه يفتر لأن الطبيب يعرف المرض مضاعفاته ويعرف تأثير الصيام عليه فيوخذ بطوله في هذا ولا يشق الإنسان على نفسه والعجر إلى أخذ بالرخصة الشرعية كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته نعم أحسن الله إليكم ومبارك فيكم هذا السائل الذي أبو عابد أرثر بمجموعة من الأسئلة يقول هل يجوز تحديد كفارة اليمين بالرجل أو القمح أو النقود أو غيرها من الأطعمة كفارة اليمين إنما تكون من الطعام الطعام الذي يأكل في البلد ومقدارها نصف ساعة لكل مسكين معددهم عشر ونصف الساعة بالكيلو كيلو نصف تقريبا ويكون تكون كفارة اليمين بجملتها خمسة عشر كيلو على عشرة فقراء لكل فقير كيلو نصف ولا تكون الكفارة بالنقود لأن الله جل وعلا قال فكفارته إطعام عشرة مساكين ولم يقول كفارته التصدق على عشرة مساكين قال قال إطعام جل على أنها خاصة بالطعام الذي يوكل البلد نعم تذكم الله خيرا يقول السائل أيضا من جمهورية مسر العربية ما حكم الحدث بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأولادهم بدون قصد منهم لكن الأنسنة اعتادت على ذلك فهل يحاسبون على ذلك؟ لا يجوز الحلف بالمخلوق لا بالأنبياء ولا بغيرهم قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لا يجوز الحلف بالمخلوق لأن هذا من الشرك ومن الكبر كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فيجنب الإنسان نفسه هذا الشيء حتى لا يجري على لسانه يعود نفسه على تركه والبعد عنه حتى لا يجري على لسانه لكن لو أنه جرى على لسانه من غير قصد فإنه لا يواخذ عليه لا أحصل الله إليكم مبارك فيكم الأخ الذي رمز لاسمه بألف مين مين يقول بالنسبة للمس المرأة هل ينقذ الوضوء؟ الصحيح أنه ينقذ الوضوء إذا كان لشهوة ومباشرة من غير حائل إذا كان مباشرة من غير حائل ولشهوة فإنه ينقذ الوضوء لأنه مظنة خروج الخارج لا يقول الشخص الذي يشك كثيرا في طهارته كيف يعامل وما حكمه مأجورين إذا تطهر الإنسان وطرى شك عليه هل انتقذ الوضوء أو لا فإنه لا يلتفت للشك لأنه تيقن الطهارة وشك في الحدث واليقين لا يزول بالشك الأخت أم مرام تقول لشيخ إذا رأت المرأة النفساء إذا رأت الطهر قبل أربعين فماذا تعمل؟ إذا رأت الطهر الكامل قبل الأربعين لأنه انقطع دمها ورأت النقاء فإن مفاسها قد انتهى فتغتسل وتصوم وتصلي فإن عاد الدم قبل الأربعين فإنها تجلس وما صامته وصلته حالة أهرها فإنه صحيح أبو عمار من القصيم يقول فضيلة الشيخ كنا في السابق لا نعرف إلا الزواج الشرعي المبني على الشروط الشرعية وقرأناه في أمهات الكتب واليوم كثرت مسميات هذا الزواج ما بين زواج المسيار وزواج المسفار وزواج بنية الطلاق فما التعليق على هذا مأجوري؟ الحمد لله ما لم تعرفون النكاح الشرعي بشروطه وضواضطه فهذا يغني المسلمين ويجب الالتزام به وما أحدث من هذه العقود فإن المسلم يتجنبها نكاح المسيار نكاح المسفار نكاح بنية الطلاق هذه محل شكوك ومحل تردد النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن تغير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى نوشكوان يقع فيه ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه أخيرا يسأل في سؤال آخر ويقول ما رأيكم وما حكم الشر في نظركم في مصاحبة المتهاون بالصلاة لا ينبغي للمسلم أن يصاحب متهاونا بالصلاة إلا إذا كان يقوم على نصيحته ويعالجه بالنصيحة لأنه يتوب أو يقتدي بمن يحافظ على الصلاة أما إذا كان لا تنفع فيه النصيحة ويستمر على التهاون في الصلاة فهذا لا تنبغي مصاحبته لأن لا يؤثر على من صاحبه فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم تجليس الصالح بخامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة وشبه الجليس السوء بنافس الكير إما أن يفرق فيها بك وإما أن تجد منه رائحة خبيفة والشاعر يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه وكل قرين بيء المقارن يقتدي أحسن الله إليكم مباركة فيكم الأخ أدهم مقيم بالرياض يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم وما حكم الشر في نشوذ المرأة وكيف العلاد في ضوء الكتاب والسنة نشوذ المرأة هو ترفعها أنطاعة زوجها ومنع حقه عليها أو كراهتها لذلك هذا هو النشوذ فإذا رأى الرجل من امرأته شيئا من النشوذ فإنه يعالج ذلك بما أمر الله جل وعلا به في قوله والتي تخافون نشوذهن فاعضوهن وهجروهن في المضاجع واغربوهن فإن طعنكم فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا ويبدأ بالأسفل فلاسفل أولا الموعظة لعلها تتوب فإن تجدي الموعظة فالهجر وهو تركها في التراش وعدم الإقبال عليها حتى ترتدي قيل النقد الهجر فإنه يغربها على بدنها ضربا غير مبرس لعلها ترجع عن نشوذها أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤاله الثاني يقول ما معنى حديث الأرواح جنود مجندة معناها أن الأرواح تكون مع أشكالها وأرواح الطيبين تألف الطيبين وأرواح الخبيثين تألف الخبيثين والمثل يقول الطيور على أشباهها تقع فلا شك أن الأرواح تختلف بعضها ينضم إلى بعض فصاحب الخير يجد راحة في أهل الخير والجلوس معهم ومصاحبتهم ويرغب في ذلك صاحب الشر على العكس يرغب مساحبة أهل الشر ويميل إليهم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ودارك الله فيكم وفي عينكم ويتجدد الإقامة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإكتاء في الأسبوع القادم في هذا البرنامج إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر